هذا كان يعني بدردش معك لي كده في الأول يعني نفسي الحوارنا نهارده يبقى كورة ونقعد نتكلم في كورة وفنيات نتكلم في كورة ما احنا يعني لازم هنتكلم كورة بس ده خلت علينا أحداث في السوبر يعني نفسي نبقى نبقى جوة المستطيل الأخضر نفسي تبقى منافستنا والإثارة والبتعة جوة المستطيل الأخضر نفسي يا عزيزي محمد ليه بنخرج برة نفسي نفسي يا عزيزي محمد إن زي لسه بقول لحضرتك إن أنا كن رياضي ويعني كلمة رياضي إن أنت راجل لازم تتحلى بكل الأخلاق الرياضية المطلوبة لأن كل بيت في مصر فيه الأهلاوي والزمالكاوي فيه كل الانتماءات فأنت بتعتبر نفسك نموذج إنك ملك لكل الناس دي الأسر كلها بتحب الرياضيين اللي هم على قدر كبير من الأخلاق فأنا بتمنى إن الناس كلها تلتزم بالأخلاق الرياضية وإن يكون دايماً شغلنا كله في المستطيل الأخضر كورة فالواحد بيزعل بيزعل لما نقضي أيام من حياتنا بنتكلم فيها في مشاكل خارج المستطيل الأخضر فبتمنى إن الكل يلتزم والكل ينضبط والكل يعلم تماماً إنه صاحب رسالة فلازم توصل رسالتك للناس وإنت في أجمل صورة أنا بتمنى من الكل من الكل سواء إن كانوا لعيب أو مدربين أو أجهزة فنية أو مسؤولين أو أي شيء إنه يتحلى بالخلق الرياضي السليم اللي من شأنه يخلي العلاقات الطيبة بين الجماهير حلوة حلوة إحنا دلوقتي الحمد لله نتنافس في الملعب بس الحمد لله وشكر الله من سنين السنين ما كانش فيه جماهير في المدرجات يا صنوح دلوقتي ما صدقنا الجماهير ترجع في المدرجات فبنتمنى استمراريتها وزيادتها كمان لأقصى لأقصى ساعة في الاستداد فبتمنى إن الكل يوفر المناخ الجيد لهذه الصفة الطيبة إن أنت تكون رياضي وإن نكون شغلنا كله داخل الملعب